أهلا بكم من جديد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن جهود تبذل حاليا لمنع ظهور نسخة جديدة من داعش بعد هزيمته في المنطقة وزير الدفاع الأمريكي جيبس ماتس وفي تصريح صحفي أشار إلى أن الحرب ضد التنظيم في الموصل تحولت من حرب استنزاف إلى مرحلة إبادة بمحاصرته في الأحياء المتبقية تحت سيطرته وعن سقوط ضحايا مدنيين في الحرب ضد داعش قال ماتس أنه لا مفر من سقوط ضحايا إلا أن بلاده تبدل كل ما في وسعها لتفادي سقوط المدنيين على حد تعبيره